أرشي شو حج جمال. الحمد لله كتر خير الله مرسي. مرسي. ماشي الحال. عندتان رجال بسودي يضحك عمارا بيلا شو حج جمال. بس خلينا نفرج المشاهدين. سكاربينة فلوري. لوك. مش انت اخترعت هيدا اللوك. بلا شو عندي استيليس شو انا رقاصة ولا مغنينة. أوف. انه بتكل على صديقاتي مثل رانيا ملاح مسلا. بلا بتجيبي لي هيك. دي وجرة تحيلة رانيا. تعرفها؟ كتير بحبها وصديقة. صديقة عمر. فأحيانا هي بتهتم بشكل. جبتلي كامل. جبتلي كامل عندها محل. نحن نحكي أكتر ست نضال الأحمدية. ولكن عندي سؤال. من مين بتخافي؟ طلعي بكاميرك لو سمحت بديدة. بارك اللي بيقفوا حدي بيضوك. لا لا انا بلا أكلي من أول مبارح. على البسكويت. سألت سؤال. نضال الأحمدية من مين بتخاف؟ بالمبدأ اللي بيخاف بيكون مجدوب. بس أنه أنا وصلت لمرحلة من الجدبنية متقدمة جدا متفوق عليكم. بكل شي. يعني بكل الوعي اللي عنكن. الجدبن اللي عندي أحلى من الوعي اللي عنكن. ما بخاف ولا من حدا. براح نروح لفقرة شايف حالك. لنشوف هيدا الست نضال الأحمدية. كيف شايفي حالك. ومنرجع. أنا الموقعة عم عدل. بس لأنه كله مكتوب. أنا الموقع يعني كله مذكر. فحور ثلاثة مربوطة. أنا ندال علي محمود طليع. منوى فندي الأحمدية. بس ما بتحمل مسؤولية إنه ممكن أضرب. تمام. إذا دا يعني. فكرني هبلة. ما عندي عيون ورا دهري. فكرني ما بعرف إنت شو بتحكي عني. أنا مردت نفسيا. بس طبت. نضال أحمدية كبرت الخس براسك. عطوناك لناكس. عطوناك لناكس. نتابع لقائنا بالفقرة الأولى. وهي كيف شايفي حالة السيدة نضال الأحمدية. اسمحي ليقول نضال الأحمدية. واسمحي لي اليوم بمحل أولى المشاهد. إنه اسمك يمكن أهم من أي لقب أو من أي. نضال الأحمدية تعبير محترم. بس نضال لحالة ما بسمح فيها. بس نضال الأحمدية. تشوف حالي كثير. ليه؟ عائلتي. واسمك؟ اسمي مع اسم عائلتي. يعني أهم من ست نضال ومدام. كلهم ستات ومدامات. بس العيال. ست نضال الأحمدية؟ يعني بدي قل لك أنا من بني أحمد. يعني أنا بنت قبيلي. بنت أصل. بنت عز. نضال الأحمدية بدي أطلب منك طبائع على المرأية. بديك تطلع اليوم. طلع فيك أنت مشرقت ومثل المرأية. هو نحن بتعرف الدروز ما منطلع على المرأية. وهي شي من مش مستحب يعني. وأحيانا إذا بتطلع بالمرأية كبير كتير. من الكبائر عنا. طلع فيها. شوفي. لا. 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 ما بحث مرة. لإعلومت أكدت على كرسة. وبتعترفي اليوم. لي أن لم أكنتي معبيتي. لم أكنت بالمكان المناسب لإضال الأحمدية. لدي كرسة لا أكدت عليها. لا أكنت مناسب لأي لي أي. لكن هذه كلمة معبيتية. هذا التعبير الشعبي فشرت. فشرت بدون كراسي كتير لحتى يقدروا يحملوا هالقيمة وهالنوعية من البشر اللي هن أنا فيك تقولي كم كرسة منهم؟ لا يا حبيبي أنت مأكدة لا سمح الله بعد عمرا طويل متى بعد قد ما بيلبقلي ما بدي عمر طويل هذا تعبير كمان سيء بكرا هو إن شاء الله بعيش قد ما بيلبقلي عندك مانع تقولي قدي عمرك؟ عايب اسأل؟ لا مش عايب اسأل قدي عمرك؟ لا بس عايب تقليلي قدي عمرك؟ لا مش عايب قدي عمرك نضال أحمدية بس ما بدي إلك طب قدي عمرك نضال أحمدية؟ ما بدي إلك لأنه شفت هلأ بالأخير لما طلعوا كل واحدة وقالنت قدي عمرك كانوا عم يكذبوا مين كذب؟ كلهم كلهم؟ كل اللي قالوا أعمارهم؟ وحيات أمي وحيات أمي بأبرة وحيات روحها وكرمتها وشرفها كلهم كذبوا أعطيني اسمين لماذا بدي أطلع بنتهم؟ أنا ما هني من عمره كلهم كذبوا يعني كل حدا أعلن اسم أعلن عمره على الشاشة هو كذب؟ على تويتر وعلى الفيسبوك على تويتر وعلى الفيسبوك على الشاشة كذبين كذبين ترجمة نانسي قنقر